بعد أن فرضت واشنطن أكثر من حزمة عقوبات على طهران آخرها في وقت سابق من نوفمبر الجاري واستهدفت قطاع النفط الحيوي في البلاد وفي ظل هذه العقوبات استمرت احتجاجات عمال مجموعة شركات صناعة صلب في الأحواز لليوم الخمس عشر على التوالي بينما أظهرت المقاطع التي نشرتها حسابات النقابات العمالية عبر مواقع التواصل حضور وحدات خاصة من قوات الأمن الداخلي الإيراني تطوق المتظاهرين وانطلق المتظاهرون من مكان تجمعهم قرب مبنى المحافظة إلى وسط سوق الأحواز وهم يهتفون بشعارات هيهات من الذلة نريد حقوقنا لا للظلم لا للفساد وغيرها للمطالبة برواتبهم المتأخرة لعدة أشهر وتحسين ظروف عملهم ورفع الأجور في ظل الغلاء وانهيار العملة وظروف الاقتصادية المتدهورة وأفادت بعض المصادر القريبة من العمال عن حملة قمع عنيفة قامت بها قوات الأمن والشرطة لفض التجمعات واشتاز عمال محتجون الحواجز التي وضعتها قوات الشرطة بهدف حصل الاحتجاجات في أماكن محددة وقال المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية إن السكان انضموا إلى الاحتجاجات حيث سيطر المتظاهرون على العديد من شوارع مدينتين الحواز العاصمة والسوس وأوضح المركز أن قوات الشرطة تراجعت تحت ضغط المحتجين الغاضبين الذين يطالبون بدفع رواتبهم المتأخرة وتحسين وضعهم المعيشي ومحاسبة المسؤولين ومحاربة الفساد الاقتصادي الذي ينخذ بجميع مؤسسات نظام الإيراني وهتف المحتجون هيهات من الذلة عندما حاولت قوات النظام التصدي لهم وتفريق مظاهراتهم ومن بين الهتافات التي رفع المحتجون الحكومة والمافية زواجكم مبارك في إشارتين إلى وقوف حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني مع الحرس الثوري وتيار المرشد في قمع المواطنين والعمال المحتجين ومن جهة أخرى طالب عمال مصنع سكر القصب في هفة تبة بمدينة السوس بالإفراج عن زملائهم المعتقلين ويدخل اليوم الرابع والعشرين من إضرابهم احتجاجا على تأخر رواتب وفساد مسؤولي المصنع ورفع عمال محتجون لافت كتب عليها ليطلق صراح العامل المسجون وهتفوا عازمونا على نيل حقوقنا ولو كلفنا حياتنا والعامل يموت ولا يقبل الظل ولا تعد أزمة مصنع السكر سوى حلقة في مسلسل القلاقل الذي تعرفه إيران منذ نحو سنة علماً أن وطرته تزايدت مؤخراً مع إعادة فرض الولايات المتحدة عقوباتها على طهران وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرمي مع إيران عام 2015 بسبب تدخلاتها التخريبية في شؤون دول منطقة فضلاً عن عدم التزامها ببنود الاتفاق